جمعنا لكم شوات معلومات عن الحكم سيد إبراهيم أنا بقوله إيه ده قال لي حكم غزير جدا حكم حكم ممطر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس اللي هيدير القمة اللي اختره لنا الكابتن وصامع فتاح حكم غزير ممطر لعب اللي جاية دلوقتي هو زي ما قلنا لكم موليد 84 بس لعب لغاية دلوقتي 57 مباراة حكم في الدوري الأوروبي وحكم في الأمم الأوروبية للشباب وحكم في تصفيات أوروبا وحكم في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية بس في 57 مباراة اللي لعبها احتسب 20 ضربة جزاء نسبة عالية أول نسبة عالية الملاحظ أنه طلع الكارت الأصفر 251 مرة في 57 تلاتة ونص تقريباً في الماتش معدل عالي جداً واستخدم البطاعة الحامرة 18 مرة معدل 4 و 4 من 10 نظر للمباراة استخدم الكارت الأحمر 18 مرة آخر مباراة حكمها بالذات حتى المباراة اللي بيلعبها مهيش فيها شد وجذب كتير يعني لما هلقيه بيحكم كتير في مراحل الشباب والأمم التصفيات كأس الأمم الأوروبية وفي دورة أبطال أوروبا في المراحل الأولى وإلى آخر مباراة حكمها قبل ما ييجي القاهرة لسه يدوب يوم 27 مارس أو 25 يعني من ثلاثة أيام حكم فرنسا وآيزلندا في تصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2020 فازت فرنسا 4-0 من أقول لكم يعني دايما هو حكم غزير انظرات كتيرة وجوان كتيرة وممكن ضربات جزاء فربنا يسترها الحكم أعلى فوز له وهو حكم كان أوكرانيا بتلعب مع جزر الفارو في 2013 تحت 19 سنة فازت أوكرانيا 6-0 تقريبا عمنا ملوص بقوله معظم أو كل مباراة له لم تخلوا من استخدام الانظارات ما هي كده طبعا دي شخصية تفرض على اللعيبة التأني والهدوء والانسياق التام لتعليماته لأنه واضح ايده في جيبه دايما وده يزعج لأنه كارت في كارت طرد أي مباراة تتأثر فنتمنى وده المؤكد أن الكابتن سيدعب حفيز هيكون حريص في المعسكر على تدريسه بشكل كامل للعيبة نموذج الحكم وشخصيته وأداءه المتوقع نتمنى إن شاء الله إن المسائل تمشي في الشكل المنضبط وما يكونش فيه أي قرارات تأثر على أوضاع المباراة عندك تعليق على هذا الروماني نتمنى التوفيق هقولك إيه حكم بيحسب ضربات جزاء بيستخدم الكروت بكثرة بيستخدم الطرد أيضا بكثرة يبقى حكم مزاجه ناري شوية المزاج الناري ده بقى إذا استخدمته في العدل مطلوب لكن قد يستخدم بطريقة تسبب لك مشاكل في أوقات لا تحتاجها نرجو إن إحنا كلنا الفرقتين يعني يستوعبوا شخصية الحكم ويساعدوه إنه ما يعملش كده يسيطروا على تهوره ده آه يساعدونه ما يعملش كده طب ممكن أسأل سؤال كنا دائما بنسمع لما اتحاد الكرة يجيب حكم أوروبي كبير كان أحيانا نجيب حكم من حكام النخبة فيقولك إحنا بنجيبه علشان حكامنا يتعلموا منه وده كان فعلا بهدف من الأهداف أنا هدفع فلوس طب ما أدفع فلوس في حاجة ذات قيمة ما أدفع فلوس أسعى أن أنا أجيب حكم بون ديالك كبير خالص بقالك سنتين آه أي تبجير حكام من أوروبا الشرقية أو حكام آه أساويين أو آه من المنطقة العربية ما شوفناش حاجات زي زي ما أقولك الليها من إنجلترا تيلور الإنجليزي جي حاكم هنا آه آه كولينا في مرة صحيح آه باين جه 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 حكم أهل زمان آه قادي آه اللي كان توجه الاتحاد إنك تجيب حد حد يعني كلنا يوميا ما كانش يعني ما عجبش الناس برضه خلي بالك لكن ما حدش فتح بقه طبعا كلنا هجيب لك من تاني بقى آه وبعدين كلنا ده لما ييجي حيفكر بقى في آه كلام من اللي بتقال لا طبعا فإحنا كنا نتمنى إن إحنا طالما بندفع فلوس نجيب الكواليتي دي أيوه وربنا يساهل اللي هو الحاكم شكله كويس وجسمه كويس وصحته كويسة يا رب يكون أداءه كويس شكله كويس وجسمه كويس آه على فكرة من الحاجات المهمة جدا في الحاكم اللي ياخده شخصيته فورمته آه يعني الحاكم كده يبقى له مهابة آه وشياكة ورياخة وراجل ضغري لا اللي هو مهابة أنا بستغرب أقول الحاكم اللي يخش يسلج في وص اللعيبة ده أنا بتسيبهم يعجنوا بعض وطردهم لاتنين آه بتعرض لكن أنت تخش في الزحم عشان واحد مرة يديك كوع ولا يسمعك كلمة ملاش لازمة ميش دور وبعدين بعد ما تسلج ما أنت بتسلج خناء لما ما تطلعش فيها كروت ولا تطرد حد يبقى أنت كده بتحط نفسك موقف حارج أنتوا كنت بتسلج في إيه مال يعني كنت أعمال بتعمل كده في مين في حد بيعايز يضرب حد والحم حد عايز يضرب حد بيطرد والله أستاذ إبراهيم صحيح هنحاول عموما التعرف على المزيد من سمات شخصية هذا الحكم لأنه الحكم محور المباراة لو حكم واسق في قراراته هادئ في مواقفه لو حد فعلا عنده قدر عالي من الهدوء والاتزام في إدارة مباراة زي كده بالتأكيد الأمور ما بيبقاش فيها مشاكل وإن كان مجرد أنه خواجأ المسائل المقبولة منه ترجمة نانسي قنقر